موسيقى مشاهدي قناة تونسنا مساء الخير أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري أعلن النائب بالمجلس الوطني التأسيسي عن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين أحمد الخسخوسي الاثنين عن قراره الاستقالة من المجلس خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع الدستور وقال الخسخوسي في تصريح إذاعي أن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين لا يمكن لها أن تحذر زفة مخشوشة وفق تعبيره ولا يمكن لها أن تصادق على شيء ضد مصلحة تونس كما شدد الخسخوسي على أنه سيكشف كل أسباب استقالته في ندوة صحفية ستعقد لاحقا أفاد منسق حركة تمرد في تونس محمد بن نور أنه تلقى حوالي خمس رسائل تهديد بالقتل على حسابه الشخصي على موقعه في الفيسبوك لإيقاف مبادرته مؤكدا أن قادة الحركة يتلقون عشرات التهديدات بالقتل يوميا من مصادر مجهولة حسب قوله وفي سياق متصلنا فمحمد بن نور تنسيق مع حركة نداء تونس من أجل الإطاحة بالحكومة وتسليم مقاليد البلاد إلى الجنرال رشيد عمار معتبرا أن هذه الشائعات تترجم حالة الارتباك وفشل القيادات السياسية الحاكمة في إيجاد حلول للمشاكل المتراكمة على حد وصفه انتقد المدير العام الأسبق للديوانة محمد المدب الذي قدم استقالته مؤخرا مشروع قانون العمل النقابي في سلك الديوانة ووصفه بعنصر التفرقة وليس عنصر قوة واعتبر محمد المدب أن النص المتروح المتحدث عن الحق في العمل النقابي خطير موضحا أنه يمكن تحت غطائه حدوث عديد الأشياء البعيدة عن العمل النقابي ولاحظ المدب أن سلك الديوانة فيه أربع نقابات تعيش تجاذبات وراءها خلفيات سياسية ومصالح اقتصادية وردا على هذه التصريحات فاد رئيس المكتب التنفيذي لنقابة أعوان الديوانة محمد الغذبان أن سلك الديوانة تمثله نقابة وحيدة وهي نقابة أعوان الديوانة مشيرا إلى أن النقابة الثانية والتي لم يذكر اسمها مقربة من المدير العام كما أوضح الغذبان أنه تم التنازل عن حق الإذراب في مشروع قانون العمل النقابي للديوانين دخل أعوان الصناديق الاجتماعية بداية من صباح الاثنين في إذراب عام عن العمل وذلك في كامل ولايات الجمهورية وسيتواصل هذا الإذراب على امتداد يومين ويأتي الإذراب بدعوة من النقابة العامة للصناديق الاجتماعية بسبب عدم التواصل إلى حلول في جلسات التفاوض التي تمت مع سلطة الإشراف وعلى خلفية عدم تحقيق عدة بنود رئيسية من الافتفاقات الممذات الخاصة بتوحيد نظام التقاعد وبتنقيح القانون الأساسي يتنزل إذراب اليوم 15 و16 جوليا 2013 في أن الطرف الإداري التزم ووقع معنا اتفاق قطاعي في 2 جنفي 2013 يتضمن جملة من البنود وفيها تواريخ بمقتضاة تلتزم الطرف الإداري بإنجاز العديد أو تنفيذ العديد من النقاط أهمها نوجز النقطة الأولى هي نقطة توحيد أنظمة التقاعد لأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي إنجاز دراسة لتوحيد أنظمة التقاعد لمختلف أعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي نسبة النجاح للأضراب حسب الأحصائيات المقدمة حسب الأحصائيات المقدمة من الزملاء بلغت في الجهات الداخلية أكثر من 90% في سفاق 100% في ناب 100% في بنزر 90% في قابس 100% الأضراب ناجح باعتبار أن المطالب مشروعة وتهم أعوان السنديق من أعلى صنف إلى أرقى صنف أعلن كاتب عام النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان سامي سويحلي أن الصيادلة وأطباء الأسنان سيدخلون في إضراب وطني عام وذلك يومي الثلاثين والواحد وثلاثين من الشهر الجاري في حال عدم تلبية سلطة الإشراف لمطالبهم الأساسية والمتمثلة في تحسين وضعيتهم المهنية حسب تعبيره قرأ الأضراب نهار 30 وحده 30 قرأت الهيئة للقطاعية الهدف هو مواصلة النظال من أجل تحقيق مطاربنا يتحسين ظروف المهنية والمادية والشروع الفعلي والجدي في النقاش حول إصلاح المنظومة الصحية العمومية اللي اليوم مهدد مهدد بالإنهيار مهدد مواطن أنه تصير فيه صحة للفقراء وصحة للناس اللي عندهم فلوس للأغنية واختر بالنسبة البلاد واختر بالنسبة مستقبل البلاد ومستقبل الصحة العمومية قال رئيس كتلة حركة النهضة بالمجلس الوطني التأسيسي الصحبي عتيق أنه كان يقصد أقلية حسبية معينة وليس جميع المواطنين عندما هدد باستباحة دم كل من ينقلب على الشرعية موظيفا أن كلامه وقع تأويله وأثارت تصريحات تعتيق خلال الوقفة الاحتجاجية المساندة لمرسي ردود فعل كبيرة معظمها كانت تصب في خانة التنديد والاستنكار لهذا التصريح الذي اعتبروه يدعو صراحة إلى العنف من جهتها وصفت حركة النهضة في بيان توضيحي نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الانتقادات الموجهة لرئيس كتلتها من طرف من اعتبرتهم خصوما بالتأويلات البعيدة والشطحات الغريبة وسوء الأدب وفي سياق متصل قال وزير الداخلية لطفي بن جدو أنه لا مجال للمقارنة بين الأوضاع المصرية والتونسية داعيا كل الأحزاب السياسية والمجلس الوطني التأسيسي إلى التوافق من أجل إنهاء المرحلة الانتقالية وأكد بن جدو أن مؤشرات الأمن بالبلاد شهدت تحصنا كبيرا وأن قوات الأمن والجيش الوطنيين يبحثان عن الطريقة المثلى لمجابهة الإرهابيين المتحصينين في جبل الشعاب من ولاية القصرين نفى رئيس مكتب حركة النهضة راشد الغنوشي أي علم له باجتماع للتنظيم العالمي لحركة الإخوان المسلمين في تركيا من أجل التخطيط لاستعادة السلطة في مصر وكانت صحيفة الوطن المصرية نشرت لائحة لأحدى عشرة شخصية عربية تشارك في الاجتماع من ضمنها راشد الغنوشي الذي يعد إحدى المرجعيات في التفكير السياسي الإسلامي قتل أربعة أشخاص وجرح تسعة عشر أخرون فجر الاثنين في هجومين منفصلين على أهداف أمنية في شبه جزيرة سيناء التي تشهد تصعيدا في أعمال العنف منذ عزل الجيش المصري للرئيس محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية وقال بيان للجيش أن مسلحين أطلقوا قذيفة أربجي على عربة للشرطة لكنها أخطأت هدفها وأصابت حافلة تقل عمالا بمدينة العريش ما أسفر عن مقتل ثلاثة عمال وإصابة سبعة عشر أخرين كما قتل شخص في هجوم على قسم للشرطة وسط سيناء شهدت مصر الاثنين مظاهرتين الأولى دعا إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية والقوى الإسلامية وتحمل شعار مليونية الصمود والثانية دعا إليها التيار الشعبي المصري وحمل التمرد وقوى سياسية متنوعة تحت شعار الشعب يحاكم مرسي في حين لازالت واشنطن تبحث مسألة إطاحة الجيش المصري بالرئيس السابق محمد مرسي مليونية الصمود مظاهرات جديدة لمؤيد الرئيس المخلوع محمد مرسي في ميدان رابع العدوية بالقاهرة مليونية تأتي للتأكيد على رفض الانقلاب وتتزامن مع ذكر مروري أسبوعا على أحداث الحرس الجمهوري التي راح ضحيتها 84 شخصا دعا إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية والقوى الإسلامية مليونية الأخوان بمصر قبلتها مليونية القوى الثورية تحت شعار الشعب يحاكم مرسي مظاهرة دعا إليها الطيار الشعبي المصري وحملة تمرد وقوى سياسية متنوعة الشعب يحاكم مرسي دعوة للشعب المصري إلى الاحتشاد يوميا في ميدان التحرير وقصر الاتحادية ابتداء من اليوم الاثنين حتى الجمعة المقبلة للمشاركة في إفطار جماعي وفي صلاة التراويح بميدان التحرير في حين لازالت واشنطن تبحث مسألة إتاحة الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي حيث يعقد نائب وزير الخارجي الأمريكي وليام بيرنز محادثات في القاهرة مع مسؤولين بالحكومة المصرية الجديدة المدعومة من الجيش في أول زيارة يقوم بها مسؤول أمريكي إلى مصر منذ أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي هذا وقد أعلنت واشنطن أن بيرنز يدعو إلى انهاء كافة أشكال العنف وانتهاج عملية انتقال تؤدي إلى حكومة مدنية شاملة ومنتخبة ديمقراطيا عودة للشأن الوطنية حيث أفاد الكاتب العام لجمعية السجناء السياسيين خالد الكريشي أن منع مسؤول النظام السابق المفرج عنهم من الظهور في الأماكن العامة هو عقوبة تكميلية يجب رفعها فيما اعتبر الكريشي أن قرار الإفراج يثبت حضور القضاء في مستوى اللحظة التاريخية والعدالة الانتقالية على حد تعبيره كما طالبت جمعية السجناء السياسيين في ذات الصدد بإطلاق صراح السلافيين وإفراغ السجون من السجناء السياسيين أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي بتونس عن تقديم هبة مالية لتونس قيمتها 32 مليون وتسعمائة ألف يورو ستخصص لتمويل مشروع لإعادة تهيئة وتجديد 119 حيا شعبيا في تونس ويتواصل إنجاز هذا المشروع على مدى أربعة أعوام ويجتمل المشروع على أحداث فضاءات اجتماعية وثقافية ورياضية وأخرى مخصصة للأنشطة الاقتصادية التي تساهم في أحداث مواتن شغل بالإضافة إلى مدى شبكة الطرقات وشبكات التطهير والإنارة بهذه الأحياء الشعبية إلى سوريا الآن حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاتل المعارضة وقوات النظام في محيط حي القابون شمال شرقي العاصمة دمشق وسط حصار لمئات العائلات داخل الحي كما تواصل القصف المدفعي والجوي على مناطق عدة في دمشق وريفها وفي مدينة حمص اتهم ناشطون الجيش النظامي بارتكاب مجزرة جديدة في قرية الحصوية عقب اقتحامها مجزرة قتلة فيها العشرات معظمهم من الأطفال والنساء المجزرة تلو الأخرى قتل وإصابات بالعشرات ذلك حال المشهد الأمني في سوريا حملات عسكرية عنيفة ترتكب يوميا بحق المدنيين العزل حملات جاءت في إطار عمليات واسعة لنظام الأسد قصد استعادة مناطق استراتيجية في حمص ودمشق وحلب على وجه الخصوص آخر تلك المجازر استهدفت حمص التي تشهد هجوما عسكريا عنيفا منذ أسابيع سقط العشرة فيها جراء القصف المدفعي والصاروخي المتواصل على أحيائها التي تتحول يوما بعد آخر إلى ركام أو مسكنا للأشباح القصف الوحشي لم يرحم أيضا حي القابون الدمشقي جراء القصف المركز والعشوائي بالمدفعية الثقيلة ورجمات الصواريخ وبقية أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في ذل استمرار للاشتباكات المسلحة بين الجيش الحر والقوات السورية التي تحاول جاهدة اقتحام الحي بالقوة ما دفعها لارتكاب مجزرة راحة ذحيتها العشرات بين قتيل وجريح وسط حصار خانق تفرده قوات الأسد وبالتوازي مع الهجوم الجاري على القابون أغارت طيران الحربي السوري على أحياء دمشق الجنوبية فيما تأن إدلب تحت وابل من الصواريخ والبراميل المتفجرة مستهدفة تجمعات سكانية وسط حركة نزوح للأهالي خوفا من مجزرة جديدة أوردت صحيفة تايمز البريطانية في تقرير لها على موقعها الإلكتروني أن حركة طالبان الباكستانية تدعم قوات الجيش السوري الحر الذي يقاتل ضد قوات الرئيس السوري بشار الأسد وذكرت الصحيفة أن حركة طالبان الباكستانية أرسلت المئات من مقاتلها إلى سوريا للانضمام إلى قوات الجيش السوري الحر ضد القوات النظامية السورية وأشارت الصحيفة إلى أن قادة طالبان في باكستان أعلنوا الأحد أنهم قرروا الانضمام إلى القتال ضمن صفوف من وصفوهم بأصدقائهم المجاهدين شهدت أراضي الداخل الفلسطيني المحتلة الأثنين إذرابا شاملا تحت شعار إذراب الغضب رفضا لمخطة برافر الذي يقضي بمصادرة أراضي عرب النقب وبتهجير عشرات الألاف من الفلسطينيين العرب من قرهم ودعت شخصيات فلسطينية في قطاع غزة الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده إلى دعم إذراب فلسطيني الأراضي المحتلة عام 48 ضد ما يعرف بمخطة برافر والذي يعد الأخطر ويهدد بتفكيك المجتمع الفلسطيني البدوي ووضع أكبر عدد منهم في أقل مساحة على الأرض وإجبارهم على الذوبان في المجتمع الإسرائيلي قالت جماعة جريم بيس المدافعة عن البيئة أن أكثر من عشرين من نشطائها تسلقوا الحواجز لاقتحام محطة نووية تابعة لشركة كهرباء فرنسا في تريكستان بجنوب فرنسا لمطالبة الحكومة بإغلاق واحدة من بين أخطر خمس محطات في فرنسا وقالت جماعة السلام الأخضر أنه كيف الرئيس الفرنسي فرانسواء ولوند بوعوده سيكون عليه إغلاق عشرة مفاعلات على الأقل بحلول عام سبعة عشر وألفين مشيرة إلى أن هذا يجب أن يشمل محطة تريكستان التي بنيت منذ أكثر من ثلاثين عاما حكم على الزعيم الروحي لأكبر حزب إسلامي في بنجلادش بالسجن تسعين عاما بتهمة ارتكاب مجازرة وقعت في ظل مسؤولياته خلال النضال ضد باكستان من أجل استقلال البلاد عام واحد وسبعين وأدانت المحكمة الدولية للجراءم في دكا غلام عزم الذي كان أنذاك زعيم حزب الجماعة الإسلامية بتهمة دعم الجيش الباكستاني ومساعدته على تشكيل ميليشيات يشتبه في أنها مسؤولة عن مقتل ثلاثة ملايين شخص بحسب الأرقام الرسمية أثار الاستقبال الرسمي للرئيس السوداني عمر البشير في نيجيريا غضب منظمات ونشطائه حقوق الإنسان الذين طالبوا باعتقاله بناء على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه وتتهم المحكمة الدولية البشير بالمسؤولية عن عمليات إبادة جماعية خلال الصراع في إقليم دارفور السوداني راح ضحيتها نحو 200 ألف شخص ويواجه البشير من الناحية النظرية خطر الاعتقال إذا سفر إلى واحدة من أكثر 120 دولة من الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية ومنها نيجيريا وقالت منظمة التحالف النيجيري لدعم المحكمة الجنائية الدولية إن عدم اعتقال البشير يعطي إشارات خاطئة حول إمكانية الإفلات من العقاب في قارة إفريقيا لم تصفر الجولة الجديدة من المفاوضات بين الكوريتين بشأن مجمع كايسونغ الصناعي المشترك عن أي اتفاق بشأن مصير المجمع وكان في نية الطرفين الاتفاق على شروط استئناف عمل المجمع الذي توقف منذ أكثر من ثلاثة أشهر وذكرت الوكالة الكورية الجنوبية أن الجولة المقبلة من المفاوضات التي ستكون الرابعة ستجرى في السابع عشر من جوليا الجاري ويذكر أن مجمع كايسونغ الذي يضم أكثر من ثمانمائة من مواطن كوريا الجنوبية ونحو ثلاثة وخمسين ألفا من العمال من كوريا الشمالية توقف عن العمل لأول مرة منذ إنشائه سنة ألفين وأربعة إلى هنا مشاهدين تنتهي هذه النشرة شكرا على حسن المتابعة سهرتيبة ترجمة نانسي قنقر